السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الرابعة متوسط اليوم شاء الله راح ندرو حل لاختبار الفصل الثاني اللي نبدأ مباشرة جوان كاثلين رولين wrote her first book rabbit when she was six years old قل لك جي كي رولين كامت عقوها جي كي رولين شكون هي جي كي رولين هي كاتباتها هاري بوتر قل لك أول كتاب كتباته واسمها رابط كان في عمرها six years old كان في عمرها ست سنين she wrote many books after that but never بعد مورها زاد كتبت العديد من الكتب لكن never published any of them عمرها ما خرجت واحد صافي كانت كاح كتبتهم للأخر تاحا however one day on the train between Manchester and London قال لك واحد الخطرة كانت في طريقها من بين Manchester London she had an idea for a story about a magical boy called harry potter جاتا واحد الفكرة على واحد الطفل السحري هكذا اسمه harry potter she always liked reading stories about magic كانت كل يوم تحب دائما تحب تقرأ القصص تاع الخيالية ورانا magic when she was a child and she was excited about her new idea كي كانت صغيرة مع انتها كانت تحب هذو كرقيصص تاع الخيال وكانت فرحانة بزيف ولا كانت متحمسة بزيف للفكرة التاحة جديدة ok when she arrived in London كي لحقت لندن she knew exactly what she wanted to write كي لحقت كانت خلاص ديج على بلها وش راي راح تدير وش راي راح تكتب at that time Rowling didn't have a job في ذاك الوقت قال لك ما كانش خدمها and she was very poor وكانت فاقيرة every morning she left هنا مشي لأسقمعها morning وحدة وشي وحدة left her freezing flat شغل كانت كل صباح تخرج من البرطمة التاحة الباردة ok took her baby كانت تدي معها كان عندها بيبي Jessica and sat and dropped in their local coffee وكانت تروح تقعد في وحد القهوة تاع الحي وتكتب unfortunately إذن unfortunately لسوء للحظ when she tried to sell her book كي حبت تتبيع الكتاب التاحة the publishers she contacted weren't interested قال لكي حبت تنشر الكتاب التاحة الدار النشر هذي وكل يحبوا الناشرون اللي contactتهم اللي عايتت لهم ما كانوش مهتمين finally a small publisher كانت دار النشر صغيرة Bloomsbury agreed اسمها هذي هذي اسمتها دار النشر ok agreed to publish her book for a small amount قررت هذي Bloomsbury باش تنشر لها الكتاب التاحة بقيمة قليلة ok تعماني her books and the film that followed were a great success and J.K. Rowland is not poor anymore قال لكم بعد بعت الكتاب التاحة والكتاب التاحة تشهر ويعني دار مبيعات كبيرة وأصبحت ليسة بفقيرة نبدأ على بركتي الله بالتمرين أول read the text then tick true false هنأ رد بالك دايما نقول لك يقرأ لي true لأ false قادر يقول لك true false برك قادر يقول لك true false not mentioned ok harry potter was the first book of J.K. Rowland ما كانش هو أول لحد لأنا قل لك كنت كتبت الرابط في 6 سنين إلى آخذي سو نديرو هنا F اوكي إلا كتبت في البيام F صحيحة إلا كتبت false صحيحة اوكي when she was a child she read many stories about magic أس كيكي كان صغيرة قرأت صح قصة السعدي دعاء الخيالية هذه صحيحة true هنا she wrote harry potter on the train هي كتبت هي كتبتها في train لا لا الفكرة جتها في train كانت تروح تكتفل قهوة سوى هنا نديرو false اوكي إذن التمرين الموالي وش يقول لك قال لك read the text again and answer the following questions did publishers want to publish her book at first هنا قال لك اسكوا هذو كل اللي ينشروا قبلوا لها من طالب الأول هنا لا قال لك want to publish هنا وش نديرو نديرو ناو الإجابة هي ناو ياخي more ناو دائما ندير الفاصلة الكلمة اللولة والكلمة الثانية قلبهم الكلمة اللولة did والثانية publisher نقدروا نعوض publisher بthey بهم كما حبيت حبيت تكتب publisher حبيت تكتب they في زر صحح they did خلاص did not عفوا لأنه هنا ولازم نديرو النط مع الآخر has gk rolling got much money today قال لك اسكوا راهي مرفع عندها دراهم بزيف gk rolling إجابة راهي صحية مع الآخر آخر جملة قلت نديرو yes فاصلة نديرو هذي اسمها ونديرو الكلمة rolling تحب تعوضها بشي تعوضها بشي rolling has اوكي هايوة نروحوا الآن للتمرين رقم ثلاثة وش يقولنا رقم ثلاثة find in the text words that are closest in meaning to the following اوكي عدنا سنوان امتحاد وهنا وش قال لك opposite او opposite هذي thought وعدنا هنا occupation اوكي 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 ما عندها فكرت ولا خمت ولا اوكي رقم نحوس عليها في النص التاعنا حتى نصيبوها thought وعدنا ايضا occupation اللي هي المهنة تاحا نحوس عليها thought thought ما عندها فكرت ولا اوكي نقدر نقولها had an idea اوكي هذه هي thought had an idea had an idea اوكي هنا عدنا occupation اللي هي job كانت هنا عدنا هاي لك job اوكي نكتبو هنا jump روحو نحوس على fortunately لحسن الحظ راها نقلناها لسؤال حظ وعدنا هنا disagreed ما كانوش متوقفين في الرأي اوكي روحو نحوس عليها عدنا هنا fortunately هي هاي لك عكسها unfortunately لسؤال حظ و disagreed هاي لك agreed اوكي روحو الجزء الثاني التمرين الاول من الجزء الثاني تعالبيناء اللغوي قالك add the correct prefix of to form the opposite adjective طعونا adjectives هنا لسا قمعاهم هذو البريفكس باش يطلنا عكس الكلمة التالية عدنا responsible capable kind polite اذا responsible رسقوها مع irresponsible ar وزيدو responsible اوكي عدنا هنا capable عدنا kind وعدنا polite اوكي تنساق معها incapable kind unkind خاشكي تكون الآن غالبا تنساق مع الك اوكي الك نجي معها هذي unkind اوكي polite عدنا lp تنساق معها impolite خلاص متفاهمين في هذا النقطة اوكي put the verbs between brackets in the correct form اوكي شوف تبع معايا هناك يقول لك هنا في التمرين تاع الصحح الأفعال ولا صرف الأفعال بين قوسين دائما ما يعطي لك يقول لك زيما حطوا في present simple حطوا في past simple غاء ناديرا واني يقول لك اوكي اكتشف الكلمة التيعك الموجودة داخل الجملة هنا روحوا نقرأوا الجملة الأولى قال لك while tom read a book the train past اوكي هنايا راهي واضح راكم ديجا قلته في الدرس كيتصيبوا while كيتصيب while وش تدير الفعل اللول هنايا اللي جي بعدها مباشرة الفعل اللي جي بعدها نحط past continuous والثاني past simple اوكي ساو تولينا read read كيف تولينا مع tom نديرو past continuous نديرو was or where زي الفعل نديرو ing was نديرو مع المفرد where مع الجم هنا عدنا مفرد tom اوكي ندير was reading اوكي الفعل الثاني past اوكي لازم نديرو في الماضي اوكي تولينا past هنا it be midnight when عدنا هنا يا when القاعدة وش تقولك الفعل اللي جي مروان نديرو في الماضي عكس هذه والفعل الاخر نديرو في past continuous past past continuous هذه نبدأ بالpast continuous وبعدين نديرو past اوكي نروح لهذه write نديروه عدنا شي مفرد was عفوا نديرو مراح past simple نديرو هذا نحول للpast simple يقول رات وهذا to be في والثاني نديرو rot خلاص زيت i just finish my homework كي تصيب دائما just ever never حط لي present perfect ماذا يتكون يتكون من الفعل to have في present زائد past participle or finish هنا عدنا i have وكي تكون عندك just ولا ever ولا never رح يقسمو لك الفعل بين have finish يعني تجيك i have just finished past participle هو finish نديرو ايدي لأن regular نزيدو ايدي اوكي سو هذي جاست تجيبين هذا وهذا تذكر هذي دائما ونطع في الاختبار اوكي like عفوا write the following words in the right box according to the pronunciation of their final ايدي عادي like ت كيكون عندك الك نقول liked اوكي excited عدنا ت نزيدو اهنا excited زيد publish published published اوكي published 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 اوكي هنا arrived arrived عدنا الفي ندروها فدي اوكي روحوا الوضعي الادماجي تعنا اللي يحوسوا عليها قال لك your teacher of english invited you to participate in international writing competition about the best childhood memory articles قال لك الاستاذ تطلب منك باش تشارك في المسابقة العالمية تع الكتابة اللي راح تكون على childhood memory على ذكريات الطفولة اوكي write an article describing one of your childhood memories قال لك كتبنا article كيقول كتبنا article تكتب في paragraph تهضر لنا childhood memory happy ولا sad الا كانت هذه الذكريات سعيدة ولا تعيسة at school الا كانت في المدرسة ولا حبيت with your family مع العائلة تاعك ولا with your friend مع أصدقائك اوكي هنا قال لك useful cues قال لك هنا نعطيك واحد الأفكار باش تكتب وش قال لك what is the memory or the experience وشنو هي الذكرة تقول لهم أول ذكرة في المدرسة يومياتي الصيفية واحد الخطرة روحت للكامبينج ولا جوزت مسابقة المهند برأسك وين ما تصرت هذي تقول when I was a child كي كنت صغير where place ذكر البلد اللي كنت فيها لكت عند العائلة تاعك في الريف ولا في المدينة برأسك with who مع من كنت ناس اللي كنت تشارك معه ماذا الذكريات اوكي how it affected change you وشنو هي وش غيرت فيك وش زادت فيك هذا الذكريات اوكي your life ولا في حياتك ولا your personality في شخصيتك اوكي قل لك عاونك عاون تكتب دا هكا I have some happy ولا said memories to share but the one هذه لازم the one I would like to describe is هايو بدأ تكتب اوكي شرحت لك الوضعية ان شاء الله راني ديري عاديد وفعياتك مع هذا الشكل راكم راح نتلقاوها نحطتها نشرتها مكتوبة في الفيسبوك راني حط الملخصات اسم صفحتي على فيسبوك هي الدعم في اللغة الإنجليزية نفس اسم القناة نقولكم شكرا لكم ونلتقى في فيديو آخر ان شاء الله